الأهلي وعايز أكد على نقطتين مهمين جداً يا كابتن أيمن زي ما شفنا في الدوريات الأوروبية وفي البطولة الأوروبية صوت الجماهير اللي كان متواجد في كل لحظة وفي كل هجمة أو في كل كورة خاطرة هنشوف الكلام ده لأنه كان فيه بيتامل عليه بروفات قبل طبعاً لحظات بسيطة جداً إن مع كل هجمة هتقدر تشوف صوت تشجيع جمهور للنادي الأهلي صوت الحماس بتاع اللاعبين ودي حاجة طبعاً أكيد لوضع اللاعبين في الجو الخاص زي طبعاً دوريات الأوروبية كلها ودي حاجة أكيد تحصى طبعاً لاتحاد الكرة وأيضاً كمان لستاد القاهرة بالكامل إن فيه تجهيز كبير إن يكون محسسين اللاعب أن فيه جمهور متواجد محسسين اللاعب أن يكون فيه بعض الكرات الصعبة بعض الهجمات الأهداف طبعاً يكون فيها تشجيع كبير جداً كلها طبعاً حاجات وابعة عن ساوند سيستم داخل استاد القاهرة لكن لفتة إجابية ومهمية جداً طبعاً إحنا حابين نتكلام عليها أيضاً كمان التعقيم كان بالكامل نادي الأهلي النهاردة قام بتعقيم الاستاد القاهرة بالكامل المداخل من خارج طبعاً دكت اللاعبين أو الدكتة اللي خاصة به اللاعبين العدد تسع أفراد فطبعاً الأمر يكون يعني فيه مجهود كبير شوية على العاملين في نادي الأهلي وعلى التنظيم لكن الحمد لله كل الأمور ماشي بشكل رائع وبنتمنى إن شاء الله كابتن أيمن يكون أول ثلاث نقاط فيه نصيب النادي الأهلي إن شاء الله أنا معاك كابتن أيمن لو فيها استفسارات حد عنده استفسارة يا شباب فيش حاجة كابتن على كابتن ناسب شكراً يا كريم